الله مستحيل أسأل الله عز وجل أن يتغمد جميع موت المسلمين على وجه العموم برحمته وأن يربط على قلوب ذويهم وأهليهم بما ربط به على قلب أم موسى وأخص بالذكر كل من أصيب بما أصيبت به تلك الأسرة بمدينة طنجة المغربية التي كان ابتوليت في ذلك الصبي الذي تم اختطافه ووقع له ما وقع أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرهم في مصيبتهم وأن يخلفهم خيرا منها وأن يجعل ذلك الغلام فرطا لهم على الحوض وأن يجدوه من الصدقات التي تقر بها أعينهم قد يوم القيامة وأن يجعله لهم شفيعا بإذنه سبحانه وتعالى ويتقبل شفاعته في أبويه وإخوانه وأحبته ويكون لهم بإذن الرحمن جل في علاه حجابا ونجاة من النار وأن نقول لهم اصبروا واحتسبوا سيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي قال فيه يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ملائكته بأن يبنوا لمن فقد حبيبه وصفيه من الدنيا وحمد الله واسترجع على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون يأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن يبنوا له بيتا في الجنة وليس هذا فقط بل يسمون ذلك البيت بيت الحمد فيا من ابتليت أقول لك اصبر وأقول لك اصبر وأبشر بمجموعة من الأمور لا اتسع المقام لذكرها ذكرنا منها شيئا يسيرا في الحصة السابقة وأذكر أن الصابر في معية له وإذا كان العبد في معية له والله لا يضره شيء لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين والمعية هنا معية خاصة معية نصرة ومعية تأييد ومعية محبة ومعية حفظ والله خير حفظ وهو أرحم الراحمين وأسأل الله عز وجل أن يجير المغاربة جميعا في هذا المصاب لأن نقول لهذه الأسرة هذا الولد ليس ولدكم فقط فكل أولاد المسلمين أولاد للمسلمين جميعا وهكذا علمنا النبي نحن لسنا الآن نركب موجة لضغضغة العواطف هذا نتركه لمن لا خلاق لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة أصحاب الركوب على الأمواج ليقتاتوا بذلك ويأكلوا به ثمنا قليلا نعلم يعني نقول لهم أبشروا بأكل السحت في بطونكم إذا كنتم تقتاتون على أحزان المسلمين وغير المسلمين إذا كنتم تقتاتون على أحزان الناس نحن بفضل الله عز وجل لا نأكل من هذا ولا ليس لدينا مداخيل من فيسبوك وليس لدينا مداخيل من اليوتيوب بفضل الله ولله المنة والفضل لكن المسلمين هكذا إنما هم على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحومة ومن أراد أن يحس بلوعة هذه الأسرة فلينظر في أولاده وانظر في أولادك وتخيل لو وقع لهم أسأل الله عز وجل العافية للجميع وانظر في أولادك وتخيل لو وقع لأحد أولادك ما وقع لذلك الولد في تلك الأسرة هل كان هذا الأمر ليسرك؟ والله لا يسرك فقط أن تتخيله يؤلمك قلبك فكيف بالذي قد أصيب بذلك؟ هكذا تحس بأخيك المسلم ليس أن تأخذ مقاطع وتدخل لتتفرج عليها وكأنك يعني وأعيذكم بالله من أن تكونوا من هذا النوع لا تكونوا كالحيوانات آكلة الجيف تنتظر أن تسقط الجثة لتنقض عليها وتأكل من جيفتها إنما المسلم إذا رأى شيئا مثل هذا يدعو لأخيه ويسأل الله العافية بل ويؤلمه قلبه أكثر أن مثل هذا يقع في بلاد المسلمين أن مثل هذا يقع في بلاد المسلمين لا أريد أن أخوض في مجموعة من المسائل لا يتسع المقام لذكرها ولا أحسن الخوض فيها وما لا أحسن الخوض فيه لا أخوض فيه ما لا أحسن الكلام عنه لا أتكلم فيه والله المستعان أما فيما يتعلق بقضية ذلك الذي قام بهذه العملية الذي علمته من الأخبار لا أتابع الأخبار لا في تفاصيلها ولا في عمومها لكن هذا أمر تزعزعت له بيوت المسلمين فأقول أن هذا الذي تم إلقاء القبض عليه إلى حدود الساعة يعني الشخص بعينه إلى حدود الساعة هذا شخص مشتبه فيه يعني مشتبه فيه أنه الذي قام بالعملية فإن ثبتت في حقه التهمة إن ثبتت في حقه التهمة لأن لا يجري منكم شناء قوم على أن لا تعديله اعديله وأقربه للتقوى سرداني جعلنا وإياكم من المتقين إن ثبتت عليه التهمة المهم الشخص الذي قام بهذه العملية وتم إلقاء القبض عليه وثبتت عليه التهمة فهذا نحن لا نطالب بإعدامه نحن نقول أن القانون المغربي ينص على إعدام مثل مرتكب هذه الجرائم هذا نص قانوني موجود الذي نطالب به هو تفعيله فقط طالب بتفعيله فقط ومن أراد أن يدافع على القاتل فنقول له دفاعك عن المقتول من باب أولى تخلاص من أراد أن يدافع عن القاتل نقول دفاعك عن المقتول من باب أولى ومن أراد أن يدافع عن حق قاتل مجرم في الحياة لا يجب أن نجده في منبر ينادي بالحق في قتل نفس بريئة لازالت جنينا في بطن الأم المنطق يقتضي هذا المنطق العقلي يقتضي هذا إذا كنت في علام بر والله يجزيكم بخير لا أريد أن يأخذ أحد كلامي هذا ويقول فلان يقول لفلان أو فلان يقول على فلان أو كذا أطالبكم بهذا الحق غدا يوم القيامة أنا كلامي عام لا أخص به أحدا ومن أخذ كلامي هذا وحمله ما لم يحتمل أو قولني ما لم أقل أو يعني سمى بكلامي ما لم أسمي أو من لم أسمي فأنا خصيمه وحجيجه غدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل كلامي كلام عام أريد أن أصل به أصولاً في أذهان المسلمين خلاص هاي جيجي واحد ينقص يدير كبعلينا من نفوق هاي جيبنا هاي جيبنا هاي جيبنا هاي جيبنا هاي جيبنا ثبت في حقه القتل والإجرام القضاء أخذ المسطر ديالوم شات الأمور وثبت في حقه القتل والإجرام من أراد أن يدافع عن حق القاتل المجرم في الحياة فلا يجب أن نجده على منبر آخر يدافع عن حق مرأة أو رجل يريد أن يقتل جنيناً في بطن أمه ويسميه بذلك حق الإجهاد إذا كنت تدافع عن حق قاتل مجرم فلا يجب أن نجدك تدافع عن الحق في قتل نفس بريئة لم ترتكب أي جرم فمن يدعي أنه يهتدي بمصباح فرنسا فنقولها له بالفرنسية لا مكان لمنطق دو بوا دو مزور لعلي أغلق هذا القوس وأرجع إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر